أحدد إصابات قياسي في الأردن بفيروس كورونا أكثر من 16 ألف شخص مصابون بالفيروس في يوم واحد رقام مقلق لكن وزارة الصحة تؤكد أنها قادرة على التعامل مع الموجة الرابعة وتتوقع مزيدا من الإصابات نحن متوقعين أن تزداد الحالات خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم لأنهم متوقعين أن ذروة هذه الموجة تكون في منتصف شهر الحالي شهر شباط ومن ثم تبدأ الحالات بالنزول الشيء الآخر يمكن مطمئن نسبيا أن أعداد الحالات المتواجدة في المستشويات مع عملها ترتفع بالنسبة التي ترتفع فيها الإصابات اللقاحات هي خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا لكن الإقبال عليها متواضع في وقت تحث فيه الحكومة المواطنين على ضرورة تلق اللقاح وتؤكد أن خيارات الإغلاق ولت ولابد من الأخذ بأسباب الوقاية نأمل أن يكون هذا الزيادة الإقبال على الفحوصات هناك يكون إقبال أكثر إن شاء الله على المطاعيم كون نمر الآن في الجائحة مع الازدياد هذه الأعداد لا بد من رسالتنا لهذا اليوم لا بد من الإقبال على أخذ المطاعيم وكمان الالتزام بإشتراطات الصحية من لبس الكمامة الأردنيون يصطفون في طوابير لإجراء فحوصات كورونا ونسب الفحوص الإيجابية تجاوزت 27% كما أن 80% من المصابين يحملون المتحورة وميكرون والباقي دلتة مع تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا يتخوف البعض من أن البلاد لم تصل بعد إلى دروة التفشي رغم أن الوضع الوبائي ما زال تحت السيطرة لكن ما يثير القلق هو ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات نايف مشاقبة، اسكانوز عربية، عمان